ازاي يوكوا عاملين ايه طيب خلونا نجد ترحيب مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريم واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر فضل لي سبع دقائق ونص من اللحظة دي احنا قلنا يا أيها النبي ان ارسلناك شاهدا مبشرا لأهل الطاعات بالجنات واكسر ما كان في دعوته البشارة وبعدين نذيرا برفق لأهل المعاصي ونختم بايه وداعيا الى الله يبقى مهمة الرسول ليست حكما سياسيا مهمة الرسول ليست جمعا للمالوك ده كله عرضوا على في مكة بوسط عمه ابي طالب ولكن هو داعيا الى الله بايه بازنه هذا النبي اللي بتحتفي بمصر حبا فيه في دعوته في تبشيره في انذاره في شهادته شمس في ضحاها وقمر اذا تلاها الوسرادة بنيرا ولذلك امه السيدة امنة عليها سلام الله ورضوانه رأت ليلة المولد المبارك ان نورا خرج منها اضاءت له الشام ليه بقى اراء نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الكتاب المبين القرآن النور والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وده حب مصر للنبي محمد ولقال بيت النبي محمد ولأولياء الله الصالحين في أمة محمد وده حب مصر للأنبياء على الإطلاق وللرسل عموما ولا ننسى ان مصر تكد تكون الدولة الإسلامية الوحيدة اللي بتحتفل بمولد السيد المسيحي يوم 7 يناير معلومة جديدة الدولة الإسلامية الوحيدة اللي بتحتفل بايه بمولد السيد المسيح عليه السلام 7 يناير بالتقويم المشعة للكنيسة الإرزوكسية هنا في مصر والأظهر الشريف مؤسسة سنية كبيرة ولا تتعصب للسنة هي وعاء لكل المذاهب الإسلامية بتحتفل بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبعا بيأتي في قمة هذا تشريف السيد الرئيس حفظه الله السيد الرئيس عفتاح السيسي أكرمه الله والحكومة الرشيدة والأظهر الشريف وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية بهذه المناسبة الطيبة العطرة المحببة لنا كمسلمين وأزعم وأقول والله وغير مسلمين من المنصفين لأن لا ننسى نحن المصريين أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلداً وشعباً أوصى به المسلمين اليوم الخيام قال ستفتح لكم مصر من بعد مصر فاستوصوا بأهلها خيراً وتزوج من مصر ده في حاجتين مخل بالك بنقول لأشقاءنا العرب وبنقول لأخواتنا المسلمين على اختلاف مذهبهم مصر لها جناحان معكم هاجر المصرية الأميرة الفرعونية التي أنجبت سيدنا إسماعيل عليه السلام فخقولة مصر للمسلمين والعرب ثابتة بزواج سيدنا إبراهيم عليه السلام من السيدة هاجر المصرية الأمر الثاني لا ننسى أن النبي محمد صلى الله عليه وآله تزوج بالسيدة مارية بنت شمعون القبطية من صعيد مصر فمصر تمتاز بأن صاهرت أبا الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام وخاتم الأنبياء النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذن ده الحب الساري في أوردة وشريين ونيل وأهرامات وسفاء كل ما في مصر أظن مولانا سححني أظن أن هذا فضل أسبغه الله على مصر مصر ولم يعطيه لأحد آخر إطلاقا خصينا بدأ ما هو نقول لحضرتك أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام السيدة هاجر المصرية خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السيدة مارية القبطية وأراد الله للإسلام أن ينتصب له منبر من ألف ثلاثة وتمانين سنة ألب وهو الأظهر الشريف يقول لنا بنحب النبي و بنظهر الفرح والسرور بحبنا للنبي و أهل البيت اختاروا مصر و أولياء الله الصالحين أنظر إسكندرية سوء طنطا القاهرة بن سويف البهناسة لؤصر إنا ما من محافظة إلا فيها ضريح لولي أو لواحد من أهل بيت رسول الله لأنهم يمموا وجوههم إلى مصر سيد أبو الحسن الشازلي سيد أبو مستوى العباه سيد أقوة العر سيد أبريم الدسوي سيد أحمد البدى و أقول إبا أعدي يا سيد أبو رحمي القنائي سيد أبو الحجاج الأخصري البهنسة اللي فيها بقيع مصر مصر كلها ولذلك ده سر أن هذه البلاد لن تجوع و لن تعرى و لن تعطش رغم أنف الكارهين كل مولد نبي و محمد يا مصر و أنت بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعاده الله عليك و على إخواتنا المسلمين و غير المسلمين و العرب و غير العرب بخير و يمن وسلام و كلوا الحلوى كل من حرم زينة الله التي ربنا أنزل العباد و الطيبات من الرزق هي طيبات من الرزق طبعا كونوا مع ثقافة الأزهر الشريف و لا تستمعوا للخوارج أبدا نورتنا مولانا ترجمة نانسي قنقر